فاز الكاتب صحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتاً بينما حصل منافسه الأبرز الكاتب الصحفي خالد ميري على 2211 صوتاً وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المستشار أحمد مرسي قال إن إجمالي الحضور بلغ 5062 صوتاً وقال إن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 4888 صوتاً بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 174 صوتاً